موسيقى حياكم الله ومشاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم معنا مجددا في سودي اليرموخ وننتقل إلى ملف جديد هذا الملف يخص مواطنين أردنيين تعرضوا للظلم تعرضوا للأسر داخل سجود الاحتلال بدون أي ذنب مع التأكيد على أن الأسرة الأسرة في سجود الاحتلال أردنيين فلسطينيين أو غيره الذين تم أسرهم بذنب هذا الذنب يعود إلى القوانين الاحتلال الصهيوني نحن نعتبر هذا الذنب فخر عشان تكون أمور واضحة يعني أنه إن أسر الآن في سجون الاحتلال وقام بعملية وقتله أكم من يهودي هذا فخر إلنا بالعكس وكل واحد فطس على إيده هذا نعتبره إنجاز تاريخي نفتخر به ولكن في ناس بتم اعتقالهم بدون أي تهم لفقط سطوة الاحتلال لتأكيد هذه السطوة ولي يعني كسر محاولات العزة والمقاومة لدى أي شخص في تعامل مع الاحتلال في زيارات تتم من الأردن إلى داخل الضفة الغربية بين أهالي وأقارب في حفلات أعراس وخطبة وكذا فممكن يروح ناس قرائب من الأردن إلى فلسطين للاحتفال والعودة وهذا أمر متبادل في إحدى الزيارات قامت بها مواطنة أردنية هبا اللبدي تم اعتقالها وثم تم الحكم عليها بالمحاكمة الصهيونية بتوقيف الإداري ضمن قانون الطوارئ وأيضا سبقها عبد الرحمن مرعي وتحدثنا عنه وهو كان مصاب بمرض السرطان والظروف الإنسانية لهبا وعبد الرحمن في غاية السوق سنتحدث عن الظروف لكل الأسيرين هبا اللبدي وعبد الرحمن مرعي وعن أوضاعهم داخل الأسر ولكن قبل ذلك اسمحونا أن نخصص الآن الحديث عن هبا واليوم كان في وقفة أمام منزلها منزل أهلها من مجموعة من الناشطين من مجموعة من الداعمين للأسرى نواب حزبيين نقابيين صحفيين وإعلاميين سنشاهد لقطات لهذه الوقفة الرمزية لدعم هبا والإيصال رسالة للعدو وإيضا لدولتها والوزارة الخارجية للمطالبة بعمل قوي للإفراج عنهم سنستمع إلى كلمة ومقابلة مع والد هبا وكلمة لأسر ولا بالكلام عن هبا إلا لأكون قد خدمت قبل هذه الوقت شيء فقد تواصلت مع وزير الخارجية عندما كان مسافرا قبل أسبوع عفر فيان تقريبا وكتبه له بسالة السالة كانت من مضمونها بالنصف مساء الخير معلي يقبع في سجون الاحتلال بلا حق ولا تهمة شابان أردنيان أحدهما فتا في يومها الخامس من الإضراب عن الطعام واسفها نبدي وخطاط ثنان مفع مصاب بالسرطان ويتعالت ليس له علاقة لأم الأحزاب بالسياسة من قريب ولا بعيد واسمه عبد الرحمن مرعي والصهاينا حكموهم إذاريا في يوم ما معاليد قتلوا أولادنا رجعناهم القاتل في نفس اليوم ألا يمكن أن نستفيد من الغبر المسمى معهد السلام مرة واحدة لمصلحتنا شكرا لك ديمة هبوط وللأسف برغم التواصل اليومي مع الخارجية إلا أن الغطفة السبيونية لا تنفك تضرب لحائف بعض الحائف ليس فقط معاهد الوالي عربا وإنما كل معاهدات الأسرى وحقوق الإنسان وما زالت هذه المسمى لواحدة الديمقراطية في الشرق الأوسط وهي ليست أكثر من السرطان تستشهي وتستقل على كل العالم تبعت اليوم تحديدا حتى أخذكم بالصورة قبل نآدي مع قسؤول قسم نيابي في مزارة الساردية فكانت المعلومات كالآسي تتابع المزارة بشكل يومي موضوع اعتقال همو عبد الرحمن كما استدعاء القائم بالأعمال الإسرائيلي أو الصهيوني بالأحرام أمس أنا استدعاء الثاني كما استدعاء الشهر الماضي أيضا في المرأتين كفول الخارجية طالتنا بالإدراج عندنا تحسين للأسفال جملة مؤلمة جدا تحسين ظروف الاعتقال نحن نحسن ظروف الاعتقال نحن نطلقهم أصلا من الاعتقال ربط أي معاملة سيئة تواجههم قامت استطارة في ثلاثة مثل الربيع ثلاث زيارات لهبة وعبد الرحمن ويجري الإعداد حاليا لزيارة لأهلهما قريبا المزارة على تواصل يومي ومتابع حقيقة هذا ملقص من الخارجين ولكن يدو أننا نخص الجميعا أنه في عامل لا يحتمل هذا الأخب والرج ونروح نقول لهم ونجد الكثير وقلو الله وتعال وقلو الله في عامل أنه هو عامل الإضراب عن الطعام وهذا العامل يهدد حياتكم بالخطر في معركة العمال الخاوية ومعركة الكرامل فهذا عامل لا يحتمل العامل الوقت الخائدية مضارة اليوم والآن بانتخاذ إجراء حقيقي في مواجهة هذا الصدف إنه لا تكون في السفير لا تستمع سفيرنا وبالحمد لكما هددنا في يوم ما أيام الملك سلام رحمة الله عليه يا ترجعوا لا تسالي مانين يا هل الانتفاقية مخبوبة لذلك نكونك شعب كابينها لسالة الأخيرة لا هل هبا هذا دالة اللي نطبضه في سيارة شهداء والأسفر مقول فيهم شي موئيز غريب فأنت خلينا أشوف اسمها هبا أصلا العلم للنبد وكفر مبت في فلسطين يسمي بهذا الاسم خلينا أحكي لكم بالضبط يسمي بهذا الاسم بسبب ارتساعه على الجبال وكثابة الأشجار التي كانت تغطي قيمة الجبال العالية وليس فيها بمعنى أقامة في الأرض لقلبك لخير في الأرض لذلك ما وعبد الرحمن وكل أسفرنا وهلنا هون مقيمون وغيرهم العادلين وبإذن الله يوم أو جمرة رح نحتفل بتحجيرهم وتحجير الفلسطين يا داني للعينين والكفين إنا لخيل الزائل لا غرفة التحجير ما لا خياتهم ولا زر بستلاحة السلام عليكم شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة سيد يانا أولا بشكر الحضور وكل وسائل الإعلام على هاي الوقفي وبطلب من الحكومة زيادة الضغط لأن الإجراءات اللي لحتى الآن هي ما أصفرت عن نتيجة حقيقية إحنا هدفنا الإفراج وسرعة الإفراج عن هذا لأنها تمر بظروف صعبة هاي اليوم الخمسطاش على الإضراب عن الطعام من تاريخ تبلغها بالاعتقال الإداري الغير شرعي والذي لا يعترف به لا إنسانيا ولا دوليا ولا في كافة الأديان وصحتها معرضة للخطر الشديد فنرجو تصعيد إجراءاتهم وضغطهم على حكومة الكيان الإسرائيلي بالسرعة الإفراج عنه ما وصلكم أي شيء من وزارة الخارجية باتجاه أنه الإفراج أو على أقل معرفة شو التهمة ليس هناك أصلا لائحة اتهام كونه تم تحويلها إلى الاعتقال الإداري نتيجة أنه لا يوجد لائحة اتهام وبالتالي الحكومي وزارة الخارجية على تواصل معنا من حيث زيارات القنصل الأردني وتطميننا ومن حيث محاولتهم العمل على تصريح زيارة لوالدتها وأخوها كونهم يحملوا الهوية الفلسطينية من أجل أنهم يتمكنوا من زيارتها وحتى الآن لم تسفر عن شيء أنا تقدمت بطلبي للخارجية أنا لا أحمل الهوية الفلسطينية ونفس الشيء حتى الآن يعني رغم أنه حق طبيعي كأب لمواطني أردني معتقلي في ظروف صعبي أني أنا أتمكن من زيارتها حتى الآن لم يتم أي شيء على أرض الباقر حتى الآن هيا لأني اشتركوا في القناة